نستهل عنوين هذا الصباح بالخبر الذي وردنا في الساعات الأولى لهذا اليوم بما يخص ملف الأرض والمسكن حيث قامت السلطات الإسرائيلية صباحا بإغلاق مدخل قرية جلجوريا الجنوبي استعدادا لهدم منزلين في القرية فيما شرعت الهدمات الإسرائيلية بعد ذلك بهدم المنزلين التابعين لعائلة الحريري ومن منطقة المثلث الجنوبي لنقب جنوبا وبالتحديد إلى قرية العرقيب مسلوبة الاعتراف للمرة الثلاثين بعد المئة على التوالي هدمتها السلطات الإسرائيلية المصادر المحلية قالت أن آليات الهدم الإسرائيلية مدعومة بسيارات تقل عشرات عناصر الشرطة والقوات الخاصة اقتحمت القرية وشارعت بهدم منازلها ذكران عناصر الشرطة الإسرائيلية أخرجوا أهالي القرية من منازلهم المقامة من الخشب والخيام عنوة إلى العراء في ظل أجواء تقصي شديدة الحرارة مستمرين مع نفس الملف حيث استنفر أهالي منشية زبدي في منطقة الجليل وتصدوا لآليات وجرفات الهدم وقوات الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت القرية وهدمت منزلي موسنة وابنها وشردت خمسة عشر نفرا وأبقتهم دون مأوى كما قامت بإعدام عدد من أشجار الزيتون وتدمير محتويات المنزلين بما فيها كتب ودفاتر الأطفال الصغار هذا وسادت أجواء من الغضب بالقرية خصوصا وأن البيوت التي هدمت بنيت من قبل قيام إسرائيل كما اعتدى عدد من أفراد الشرطة على الأهالي الذين تصدوا لآليات الهدم وحاولوا منعهم من الوصول إلى المنزلين ومن بير المكسور ينضم إلينا الآن السيد فتح حريب يسعد صباحك شبع الخير أليم يعني في البداية دعنا نتحدث عن عملية الهدم هل هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإسرائيلية بهذه العملية في المنطقة هذه لا يا أخي هذا مسلسل تعودنا عليه تعودنا عليه في وسطنا العربي أنه أهليات الهدم ما شاء الله بس ما فيش عندهم شغل شغل إلا الوسط العربي وهذه الدار موجودة من قبل قيام دولة سرائيل نعم جماعة آمنين ساكنين بحر الصيف شردوهن بالعراء نعم بين السماء والطارق وأنا أي شي لا يقبل ولا أي ديانة سماوية عند ربنا أنه تجي تهدم بيت على رأس أصحابه يعني وضع تقشعر له الأبذان أنا وصلت على الموقع هناك كانوا أعضاء رؤساء مجال السابقين الحاليين نعم وأنها ثبت لكن لا حول ولا قوة أي حكومة يمينية متطرفة نعم إيش نساوي لا حول ولا قوة لنا ما إحنا ناشد كل أخوان كل إنسان عنده ضمير وإجداء أن يقف جنبها لأيلة وساندهم محنتهم إحنا صعبة جدا وضع أشجار زيتون يا أخي معمرة سبعين ثمانين سنة إيش لن عند الأشجار بدك تهد بس مش باقي للصورة الهمجية القوة يعني قوة شرسة أكل وانتقام نعم يعني اللي بدي أفهمه منك سيد فتحي هل هناك أي مسار قضائي ربما بتمر فيه هاي القضية هل هناك متابعة من القيادة العربية من أعضاء الكنيسة لهذا الموضوع نعم في كان اليوم لازم تكون محكمة لكن هن كيف يقولوها يقديموا مكان استبقوا استبقوا حكم المحكمة والقضاء الإسرائيلي نعم نعم استبقوا حكم المحكمة واخذوا للقانون والأدين وجايبين لك ويعني شد أخرفك زي حرب جايين احتلال أقولوا يا حرام ختيارة مسنة مع ولادها والحلال أخذوا الحلال وخذوا الخير طبعا يشلك بالحلال والخير والأشجار الزيتون يعني خراب تدمير حرة الأرض كيف يقولوا تركوا أرض محروقة نعم يعني هل هناك معالجة لموضوع مسكن هاي العالي هل هناك بديل حالي وآني لها نعم فينا نطوع أبو بيوت مؤقتة وحيبنوا البيت كيف كان إن شاء الله وإحنا واكفين معاهم يعني أقل ما فينا قال معاهم إحنا تقن إيش نساوي يعني مجبورين هن يهدوا وإحنا نبني نعم فقط لتوخي الدقة سيد فتحي يعني في هذا الموضوع الحجة أو المغرر الإسرائيلي هو عدم وجود ترخيص لهذه المباني يا أخي كثير بيوت بدون ترخيص مو من ناحية ثانية ما بنتوك ترخيص وإيش وين تروع الناس بعدين هاي البيت هذو موجود من قبل وفين دول إسرائيل وبعيد عن منشي الزادة كله 300 متر 200 متر 300 متر يعني مش زاكن لحاله طب ما ييجي وين بيه جبل بابنه ويجي وحد يتنخيل وابنه ولا سألين حدا ليه ما بيهدوا عندي ليش التمييز للعنصر هذا هذه إذن الحجج الواهية بالفعل سيد فتحي حريب كلمة أخيرة لك كلام أخير أقول إحنا مظلومين بهذه الدولة وإحنا لازم نرفع صوتنا عاليا محليا وعالميا ونبين الوجه الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية لأن هذا لا يعقل أن الدولة ذات شيادة دولة جوية تبرز عضلات على إنسان مواطن آمن تروع أطفال تهدم البيوت على أصحابه ما إلهن أواعي ما فضل الفضل لديهم ولا إشي ولا مأكل ولا ملبس ولا مشرب أي دموقراطية هذه تدعي بنفس الدموقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط نعم سيد فتحي حريب الناشط السياسي والاجتماعي وعضو مجلس قرية بير المكسور على أمل أن يصل هذا الصوت ونحن دورنا كإعلاميين بالفعل تسليط الدور ربما على هذه الحوادث خصوصا أن ما حدث في منشية زبدي هو ليس الوحيد يعني استطبحنا على خبر قرية جل جولي والكثير من عمليات الهدم الإسرائيلية وفقط بسبب حجج وهي إسرائيلية بدعوة أنه لا توجد أي ترخيص لموضوع البيوت وإقامة البيوت في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل مستمرين مع نوين الصباحي أصيب أربعة شبان فلسطينيين مساء أمس الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي أصفت حالة أحدهم بالخطيرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتن فلسطينيا يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بعد إصابته بجروح متوسطة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الأمني شرقية بلدة جباليا شمالية القطاع مصادر فلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مجموعة من الشبان في محيط مخيم العودة في رفح وأصابت أربعة منهم بجروح مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري لمدة ثلاثة أشهر وذلك للمرة ثالثة على التبالي واعتقل الحموري بداية شهر آب أغسطس من العام الماضي تم تمديد اعتقاله لستة أشهر ومن ثم لأربعة أشهر وتجدر الإشارة إلى أن الحموري أفرج عنه بعد ست سنوات من السجن في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس أو ما تسمى بصفقة شاليط عام 2011 إلى شأن آخر قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسلام مع إسرائيل لتعيش دولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من حزيران عام 67 وأكد الرئيس الفلسطيني لدى استقباله الأمير وليم رغبته الوصول إلى السلام من خلال مبدأ المفاوضات كما ورحب السيد الرئيس بزيارة الأمير وليم الأولى إلى فلسطين وأعرب عن أمله بأن لا تكون الزيارة الأخيرة إلى الأراضي المحتلة إلى شؤون أخرى ربما عالمية هذه المرة حيث صادق مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندي على قانون يحضر ارتداء النقاب في بعض المنشآت العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات أيضا أقال بيان مجلس الشيوخ الهولندي إن مشروع القانون يقترح فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام أو تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية العامة ومؤسسة النقل العام أيضا الدوائر الرسمية والمستشفيات أن المشروع القانون موافقة 44 عضوا في مجلس الشيوخ فيما عارضه 31 دراسة أمريكية أظهرت أن علاج مرضى نوع خطير من سرطانات المخ بلقاح فيروس شلل الأطفال المعدل وراثيا أبقى على حياة نحو 21% منهم لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد عملية العلاج وشمل البحث مستجدات آخر لقاح تجربي لعلاج السرطان فيما نشر الباحثون الأمريكيون نتائج دراستهم في أحد الأعداد من الدورية العلمية المشهورة نيو أنجلند الطبية في الحديث عن الدراسة دراسة أخرى أجرها باحثون في كلية التطبيع جامعة هاين ريش هاين في ألمانيا تبين أن شرب القهوة بمعدل أربعة أكواب يوميا كفيل بالمحافظة على صحة القلب وحماية خلاياه والأوعية الدموية من التلف إذ اكتشف الباحثون خلال الدراسة أن الكفاين يشجع على حركة البروتين التنظيمي في الميتوكوندرية الخلايا وهي الجزء المسؤول عن عملية صنع الطاقة في خلايا الجسم الأمر الذي يساهم في تعزيز وظائفها وحمايتها من التلف أما الآن فأبرز مسجدات المونديال والرياضة المونديال 2018 الذي ينظم في روسيا والتي أيضا سنتطرق إليها في فقرتنا الرياضية لاحقا مع الزميل مرشد بيبار وأيضا المحلل الرياضي والإذاعي نبيل سلامي البداية مع تعرض منتخب ألمانيا للإقصاء بشكل مبكر بعد الخسارة المدوية أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين مقابلة لا شيء أذلك ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا في المقابل حقق منتخب البرازيل بطاقة التأهل إلى الدوري ثمن نهائي بنهائيات كأس العالم بعد فوزه على منتخب السربيا بنتيجة هدفين نظيفين ضمن أحداث الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات أنهى المنتخب البرازيلي دور المجموعات في صدارة المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط في حين حل المنتخب السويسري وصيفا للمجموعة برصيد خمس نقاط اشتركوا في القناة